يقول لنا إيه العيوب؟ يعني إيه الحاجات الغلطات اللي بتعملها الستات بعد الطلاق؟ اللي بتخلي الراجل يقول لها لا أنت ولا عيالك ولا عايزة شوف خلقاتك تاني هي أول حاجة من ضمن الحاجات على فكرة 40% تقريبا من اللي بيتطلقوا المفروضة إحنا بنبعد عن بعض هو عايزين نتطلق تمام؟ بيرجعوا يفضلوا يدعبسوا وراء بعض ويكلموا بعد كده كده حتى لو بصرف النظر خورة واجبات فبالتالي فيه 40% نسبة بيرجعوا يكلموا بعض على طول بس هنا الستة بتعمل بقى حاجة أول حاجة هي ممكن هي اللي ما تدروش هو برضو في حتة أنه نشوف الأولاد أنه نتعاملوا معاملة كويسة دي نادراً أوي يعني هكول أنه موجود يعني عشان نبقى صرحة الستة بتحب ولادها يبقوا مبسوطين لو الزوج بيصرف هتدهم استحال الحاجة الثانية حتة أن هي كمان ساعات بيتغير عليه ما هو فعلاً ده بيحصل أحيانا بيتغير عليه بعد الجواز أو مش عايزة كمان يتجوز أو يرتبط بوحده وهو خلاص سابق خد 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 حقوقك وولادك إنما هي بقى بتدور إن هو ما يتجوز واحدة تانية بتفكر في إيه ما أنا هقول هقول ليه إحنا منقول للمرأة أو للرجل أنا حيادي لا الحاز لده ولا لده اللي لنا ولا علينا أه اللي لنا ولا علينا بس أنا في الآخر أنا يعني لنحاز للجنس الجالة ولا الجنس السادة ولكن دوت اللي بيحصل هي ظنن منها إن هو لما هيتجوز فالنهاردة في ناس كمان هيشاركوا ولادها ما هيتجوز واحدة هتبقى ليها مصروفات هتخلف منه فهيبقى عنده ناس يشاركوه في ولاده وشاركوه في الإمكانيات بتاعه ودي حقيقة فبالتالي هي مش عايزة ده يحصل بصرف النظر مش شرط غيرة ولكن أنا مش عايزة ده يحصل عشان ما يعزها هو كمان يفشل بقى في الحكاية دي فبالتالي بتفضل تدعبس وراءه تفضل تعمله مشاكل ممكن تروح تكلم زوجته اللي هي القديمة آسف الجديدة ديت وتروح تتكلم معه ولو إن حتة الراجل اللي حريك زكرتي ده اللي مراته الجديدة بتقول له متكلمش اللي هي كانت متجاوزة يا ستي ما هو طلقها أصلا ومش عايزة وعايزك أنتي ليه بقى بتمنعينه هو يكلمها وتواصل معاشو الولاد أنا بقولي اللي نعيب مش عالست العيب عالراجل ما عندوش شخصية عالوش شخصية قدامة مش راجل يعني الراجل اللي ستي تحكم عليه ما يكلمش ولاده أو أم ولاده ويتتواصل معه بمشاكلهم بحياتهم ده ما يعتبرش عندي راجل ده أذكر في البطاقة بس آه طبعا زي ما حالك قلت بس أنت هنا المفروض بأبسط حاجة أنا طلقت الست دي ومش عايزة وعايزك أنتي يبقى أنا بالتالي مش عايزة أرجع لها ده أنا عايزة ده أنا قاعد معاك يقول دليل أن أنا تجاوزتك بس ما يقول لها ليش بارتو كده أنا شايفة أنه ممكن يقول لها دول ولادي ودي أم ولادي أنا بتكلم يعني المنتالة بتاعتها يبتالي يقرب لعص الستات اللي بتقول كده دايما دي ما بتفهمش أي حاجة يا دكتور أصلا يعني لكن لما هو الراجل يحكم حكم راجل اللي هو دول ولادي ودي أم ولادي وأنا أتكلمها أصادك عادي ولو عايزة نفتح لسبيكر عادي يعني أقصد حتى يديها الأمان اللي هو أنا من حق أطمن على ولادي